بسم الله الرحمن الرحيم وفي هذه الندوة ستكون هناك ورقتان الأولى ورقة بعنوان أحكام الاعدام في العراق جريمة إبادة جماعية ممتدة سأقوم بتقديمها ومن ثم أفسح المجال للدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول للقسم السياسي في الهيئة لإعطاء وجهة النظر السياسية في الموضوع حقيقة الأمر يعني بعض الأرقام بعض البيانات التي تبين حقيقة أن أحكام الاعدام في العراق هي عبارة عن جريمة إبادة جماعية ممتدة طوال السنين العشرين الماضية لماذا وكيف سنحاول أخذ هذه المعلومات معدل الاعدامات في العراق أو الوفيات أثناء الاحتجاز طوال السنين العشرين الماضية شخص واحد يعدم كل يومين على يد الحكومة طوال السنين العشرين الماضية وفي العراق يوجد ما لا يقل عن ثمانية آلاف محكوم بالاعدام لحسب طبعا المعلن رسميا من أصل ثمانية وعشرين ألف محكوم بالاعدام في العالم أجمع يعني في العالم أجمع هناك ثمانية وعشرين ألف في العراق هناك ثمانية آلاف حسب المعلن إذا سلمنا بهذا الرقم جميع الذين حكم عليهم بالاعدام بجرائم الإرهاب بين قوسين هم من العرب السنة نظرة خاصة حقيقة نتحدث هنا طبعا عن الدعوات والمناشدات والعهود الخاصة بالحقوق المدنية الأساسية التي يعني كلها تدعو إلى التضييق على إصدار أحكام الاعدام فضلا عن تنفيذ الأحكام مثلا العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو مرحلة متقدمة من القانون الدولي الإنساني من خلال معالجة عقوبة الاعدام تشير المادة السادسة منه على الحق في الحياة من خلال استعمال مصطلحات واضحة وقوية إلى الوضعية الخاصة للدول التي لم تلغي بعد عقوبة الاعدام تأخذ بعين الاعتبار وضعية بعض الدول من أجل تأطير الممارسة مخالفة لهذا القانون وذلك من خلال فرض قيود واضحة هذه القيود حددوها بمصطلح الجرائم الأشد خطورة طبعا وهذا المصطلح حقيقة معناه الضيق يستخدم بمعناه الضيق لأيضا وضع الحرج والتضييق على مسألة إصدار أحكام فضلا عن أحكام الاعدام فضلا عن تنفيذها وفي الدول التي لا تزال تطبق هذه الأحكام ينبغي بل يجب حقيقة أن تكون المحاكمات بمواصفات معينة حتى يعني يعتد بالقرارات التي تصدرها فمن شروط هذه المحاكمة طبعا شروطها كثيرة أولا مساواة الأفراد أمام القانون وافتراض براءتهم الحق في محاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة الحق في محاكمة علنية ومحايدة أو تتمتع بالحياة الحق في المحاكمة من دون تأخير بغير موجب وخامسا ضمان حق الدفاع عن المتهم وتفسير الشكل لصالحه طبعا هذه استقلالية القضاء هي العقيدة التي تقول أن قرارات القضاء ينبغي أن تكون مستقلة ومحايدة وهو ما يعني أنه الفصل بين السلطات هذا المصطلح المشهور في الحالة العراقية توجد فجوة كبيرة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية ولا يمكن سد هذه الفجوة لأسباب كثيرة أبرز هذه الأسباب هو النظام السياسي القام على المحاصصة وليس على الكفاءة وثاني أبرز هذه الأسباب بل هو الأول قد يكون وهو الدستور الذي يقضي بخضوع السلطة القضائية للأحزاب المتنفذة صاحبة الكتلة الكبيرة أو هذه المصطلحات التي جاء بها البرلمان بعد الاحتلال وغير ذلك في بلد تسيطر عليه الميليشيات لا يمكن أن تقوم لسلطان القانون قائمة ولعل العبارة الشهيرة التي تقول ابن أمة من القضاة من يخرج عن طوعنا توضح كل شيء بعض الإقرارات الدولية بغياب العدالة في نظام القضاء الجنائي في العراق طبعا هنا بعض الاقتباسات تقول الباحثة بلقيس ولي وهي مشهورة في المنظمة Human Rights Watch معظم الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية في العراق لم يخبروا عن أسباب اعتقالهم ولم تتح لهم الفرصة للحصول على تمثيل قانوني ولا يستطيعون الحديث مع أسرهم ولا يحصلون على ما يكفي من الوقت لتحضير دفاع عنهم أو من يدافع عنهم ثم إنهم يتم الحكم عليهم بإجراءات موجزة في محاكمات سريعة وغير عادلة تعتمد على أدلة غير كافية هذه كلها تنسف صلاحية أو مشروعية القرارات أو الأحكام التي وهاي طبعا بشهادات دولية طبعا هي كثيرة هنا لكن الحقيقة أيضا شخصية أخرى سارة ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط تقول مثل هذه الملاحقات القضائية الواسعة ستكون خطأا كبيرا بالنظر للوضع الرهن في العراق وغياب النزاهة في نظامه القضائي والإصرار على تطبيق عقوبة الإعدام هو يعني صارت عندنا فكرة عن من المستهدف بأحكام الإعدام ثانيا كيفية إصدار هذه الأحكام الجائرة ثالثا والأدهى حقيقة أنه يتم استهداف حتى من يدافع عن المتهمين أو المشتبه بهم بانتمائهم إلى تنظيم الدولة فبين 2016 و 2018 مئة وخمسة عشرة محاميا خاصا ماذا يعني محاميا خاصا يعني ما معين من قبل الحكومة هو المتهم أو الشخص المشتبه به متفق ويا ومسويا عقد أنه يابد دافع عني وكلام هذولا تمت رفع الحصانة عنهم بتهمة انتمائهم إلى تنظيم الدولة بعد أن كانوا يمثلون عددا من المشتبه بانتمائهم للتنظيم وباتوا محتجزين ومنهم من تم تقديمه للمحاكمة من دون التمتع بالتمثيل القانوني هو محامي ومنع أن يدافع عن نفسه يعني لا خله يخلي محامي ولا خله هو يرافع أو يدافع عن نفسه وهذا طبعا يظهر ومنذ 2018 نؤشر هنا لم يتقدم محام خاص للدفاع عن المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة طبعا هذا لأنه يقول لك أنا المصير معلوم ولم تبذل السلطات في العراق أي جهد لتوضيح للرأي العام من هم الذين تلاحقهم يعني هذول المحامين لماذا وسبب الملاحقة هذا كل الدولة يعني السلطات ساكتة والمشكلة الأكبر أنه أحد القضاة يقول نحن بناء على المخبر السري حقيقة تم بناء على المخبر السري تم نزع الحصانة عن هؤلاء الحصانة القانونية عن هؤلاء المخامين وتم اعتقالهم وتمت محاكمة بعضهم الحقيقة هو يعني الموضوع كبير جدا لكن حتى يعني نستغل الوقت محاكمة الأطفال هذا يزاد على الموضوع طبعا في العراق يجري احتجاز آلاف الأطفال للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة ومحاكمتهم محاكمات سريعة الأمر الذي يعد انتهاكا لالتزامات العراق الحقوقية المتعلقة بمعاملة الأطفال وطبعا يزاد على ذلك هناك العديد من حالات تعذيب الأطفال المحتجزين لإجبارهم على الاعتراب بانتمائهم إلى التنظيم وتحرم اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 تطبيق عقوبة الاعدام بسبب الجرائم التي ارتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما بالمقابل لم تدن المحاكم في العراق أي عنصر من عناصر القوات الحكومية أو الميليشيوية على الانتهاكات لحقوق الإنسان أو لقوانين الحرب وتشمل هذه الانتهاكات الموثقة جرائم القتل والاعدامات الجماعية والإخفاء القسري والخطف والتعذيب وهدم منازل المواطنين على نطاق واسع في المحافظات المستعادة ويعتبر قتل المقاتلين الذين يستسلمون أو الذين لا يقاتلون جريمة حرب ولدينا أيضا إفلات مستمر من العقاب على جرائم التعذيب للأشخاص المعنيين بالتحقيق أما بالنسبة اللي يثبت عدم صلاحية القضاء أو المنظومة القضائية في العراق حقيقة هناك الكثير من المقاتلين الأجانب الذين تم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمات خلينا نعرف شنو مصير هذوله حتى نعرف ما هو حقيقة النظام القضائي في العراق تشير تقارير دولية كثيرة إلى أنه تم تمكينهم من مساعدة القنصليات الخاصة بهم كل من حسب قنصليته طبعا هناك من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وروسيا وإيران هذه القنصليات قامت بتعيين تمثيل قانون لهم ومراقب الظروف والاحتجاز والمحاكمات وبعد التأكد من عدم سلامة الإجراءات تم الاتفاق على حضر تنفيذ حكم الإعدام بحق أي محتجز أجنبي في العراق تمت إذانته وإزدار حكم الإعدام بحقه وهناك الكثير منهم جرت إعادتهم إلى أوطانهم لضمان أن تكون محاكماتهم عادلة ونزيهة يعني هذا ملخص يعني طبعا هذه تقارير دولية ومن مصادر موثوقة ومعتبرة وما إلى ذلك جريمة الإبادة الجماعية حقيقة لماذا؟ يعني نحن عرفنا ليش هي جريمة أحكام الإعدام في العراق جريمة وجريمة إبادة جماعية ممتدة الجريمة سأعرفنا ليش جريمة؟ ما هي الإبادة الجماعية؟ القصد من هذا المصطلح الدلالة علانية مبيتة وخطة منسقة من أفعال مختلفة تهدف إلى تدمير الأسس الجوهرية لحياة الجماعات القومية بهدف إبادة الجماعات نفسها وقد تكون غايات مثل هذه الخطة حل المؤسسات السياسية والاجتماعية والأمنية والثقافية واللغوية والمشاعر القومية والدينية والوجود الاقتصادي للجماعات القومية وتدمير الأمن الشخصي والحرية والصحة والكرامة وحتى حياة كاتبين فرد سلاش أو الأفراد يعني لو واحد يقتل بهذه الصورة فهذه جريمة إبادة جماعية وهذا بالحقيقة يعني إحنا الموضوع هذا جاري تنفيذه في العراق بشكل ممنهج بشكل مدروس بشكل قانوني جائر لكن هو قانون لكن جائر هنا لماذا؟ لأنه يراد لهذا البلد أن تدوم فيه حالة الحرب ونسف مقتضيات السلم الاجتماعي وهذا هو الحال مع الأسف الشديد شاكرا حسن الاستماع وأترك المجال عذرا على الإطالة وأترك المجال للدكتور مثنى حالث الظاري مسؤول القسم السياسي في الهيئة لأن يبين وجهة النظر السياسية في الموضوع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلىه وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته في البداية أشكر أخي الدكتور رائم العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان على هذه الورقة الحقوقية التي قدمها والتي أوضحت بشكل مختصر بسبب الوقت أبرز أبعاد هذه الجريمة الخطيرة جريمة الإعدامات في العراق التي ترقى كما قال إلى جريمة إبادة جماعية وهي كذلك وذكر نماذج من التصريحات والاعترافات الدولية لمنظمات معتبرة ومعنية بهذا الشأن وهي موثقة وقد استعرض قسم كبيرا منها بالجداول والإحصاءات يوم أمس أثناء إعلانه للتقرير الدوري لحالة حقوق الإنسان في العراق وهو جهد مشكور وكبير وحافظ عليه قسم حقوق الإنسان منذ سنوات طويلة باختصار عنوان هذه الندوة يمكن أن يلخص بأن النظام السياسي في العراق نظام قاتل نظام قاتل مهمته الأساسية القتل كافة الوسائل سواء كان هذا القتل عن طريق المؤامرات على بلده أو على بلدهم العراق قبل الاحتلال أو استعانتهم بالقوات الغازية ومشاركتهم لقوات الاحتلال ليس فقط من خلال الحث والطلب والدعم والتشجيع والتسويق وإنما بالمشاركة الفعلية في قتل العراقيين ومن ثم شروعهم في قتل العراقيين بالاستعانة بالمحتل الثاني الجانب الإيراني بعد الاحتلال مباشرة واستهداف العراقيين من المكونات والكفاءات والقدرات ومحاولة إفراغ العراق من كل أبنائه الذين يستطيعون أن يعودوا به كما كان ومن ثم بعد ذلك مشاركة قوات الاحتلال في بناء المؤسسات العسكرية والأمنية الهجينة المبنية على أساس المحاصة الطائفية والعرقية ولاسيما ما يسمى وقتها بمغاوير الداخلية التي قامت بأبشع الجرائم جرائم الإبادة الجماعية في العراق والتي كانت شرف للهيئة أنها أول من نبه عليها من الناحية الإعلامية وهذا مثبت في وثائق بعض المنظمات الدولية وبعد ذلك مشاركة قوات الاحتلال في التصدي للمقاومة العراقية التصدي للمقاومة العراقية وهو حق مشروع للعراقيين بحسب شرائع الأديان السماوية والقوانين الوضعية وميثاق الأمم المتحدة ومحاولة تشويه صورة المقاومة واسمها بالإرهاب ومن ثم بعد ذلك كما يجري الآن محاولة سرقة هذه المقاومة وهذه جريمة قتل معنوية فضلا عن جريمة القتل المادية والحسية باستهداف المقاومة ثم المشاركة مع قوات الاحتلال في مهاجمة المدن والمحافظات العراقية وإبادة أهلها بالتعاون مع ما يسمى بالتحالف الدولي لمحاربة قلي رحب جريمة في وسط جريمة في وسط جريمة جراء مركبا للعبادة الجماعية ولم يختصر الأمر على ذلك وإنما بدأوا بتشريع القوانين ومخالفة ما هو مشروع منها ويتماشى مع القواعد القانونية والإجراءات المفروض اتباعه في هذا المجال كما ذكرت الدكتور أيمان في بداية ورقته ومخالفتها ومحاولة إسقاط كل وسيلة للمعتقلين والمحتجزين للدفاع نفسهم إذن هو نظام قاتل قبل الاحتلال وأثناء الاحتلال ومع استمرار الاحتلال ومع ازدواجية الاحتلال الحاصل الآن في العراق موضوع الإعدامات موضوع خطير وعندما يقول الدكتور من الإحصائيات الدولية تقول أن هناك 28 ألف حالة إعدام في العالم أو سجين متهم وسينفذ فيه حكم الإعدام أو مدام بالإعدام 8 ألاف منهم في العراق يعني أكثر من 25% ويقرب من الثلث وهذا أمر خطير جدا وهذا يجعل العراق في المرتبة الأولى وتعرفون العراق دائما له الشرف بين قوسين والفخط بين قوسين في هذا المجال يتسابق قوة الصين دائما يعني أول ثاني ثاني ثالث وهكذا الآن بهذه الأرقام ومجموع ما أعدم من العراقيين يكاد يكون هو فيه مقدمة هذه الدول وعندما يقول العراق الجديد لعلهم يقصدون تصدره لهذه القائمة وأيضا تصدره لكل القوائم السلبية وتراجعه في كل القوائم الإيجابية وأخيرها مؤشر السعادة الذي يعلن عنه قبل مدة ويتفاخر بعضهم ويفرح أن العراق متقدم عربيا في معيار السعادة طيب والوطن العربي كله منكوب فطبيعي يعني إذا تقدم عقيقة ولكن تسلسل العالمي معروف 94 و96 وهو تسلسل لا يليق بدولة مثل العراق طبعا وهذه المعايير ليست معايير منضبطة وإنما معايير عامة تراعي أرقام ودلالات ومعطيات وليس بالضرورة تراعي الواقع الحاصل والمشاهد في العراق إذا عدنا لهذا الموضوع خلال الأيام الماضية ولعل كثيرا منكم وأنتم تتابعون انتشرت أخبار عن قوائم حوالي 35 قائمة رفعت لرئاسة الجمهورية للتصديق على إعدامهم من مختلف السجون من مختلف محاكم الجنايات في المحافظات العراقية وهي قوائم خطيرة يعني العدد يقرب من 200 لأنه حيانا يرد في القائمة فلان وجماعته فلان وجماعته لكن هذه جماعته تدل دلالة أخرى سنتكرها بعد قليل الخطير في هذه القوائم التي طبعا صادرة من مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية قسم الهيئة العامة وموجهة إلى رئاسة الجمهورية ديوان الرئاسة بموضوع أو بعنوان أحكام إعدام تحية طيبة نود إعلامكم أن الهيئة الموسعة الجزائية في هذه المحكمة قد صدقت أحكام الإعدام الصادرة بحق المحكومين المدرجة أسماؤهم وأرقام الدعاوى القاصة بهم في الجدول المرفقة طيّن والجدول المرفقة طيّن والذي يبدأ بالتسلسل واحد المحكوم فلان وينتهي بالتسلسل 51 المحكوم فلان وجماعته واستنادا لأحكام المادة 286 من قانون وصول المحاكمات الجزائية نرسل إليكم طيّن أضابير الدعاوى الخاصة بهم مع القرارات التمييزية راجينا إجدار المراسيم الجمهورية بالتنفيذ وإشعار وزارة العدل بتنفيذ الأحكام وفق القانون مع التقدير يعني شيء مولم أن أقول لكم طبعا كثير من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وفي المجال الإعلامي اتصلوا بنا ورجونا أن نثير هذا الأمر إعلاميا ولا سيما من خلال قناة الرافدين كي تحظى بالمتابعة وهذا ما نقوم به وقمنا به وتعاوننا مع هؤلاء وهذه الندوة تأتي تلبية لهذه الطلبات لكن يؤسفني أن أقول لكم بأن هذه الأحكام يبدو أنها مصدق عليها من رئاسة الجمهورية للأسف يبدو أنها مصدق عليها من رئاسة الجمهورية ودليلي على ذلك أن أحد الأسماء هنا لن نذكره من اللجنة الموسعة وجنايات ذيقار بمعنى أنه في سجل الناصرية في سجل الحوت وهو شقيق لأحد مؤازري الهيئة وأعرفه بالاسم وأعدم رحمه الله يوم 25 و12 يعني قبل في الشهر الماضي يوم 25 و12 يعني قبل أكثر من 20 يوم بقليل فللأسف هذه القوائم يبدو أنها صدقت في طريقها إلى التنفيذ وهذا يستدعي التدخل السريع لمن يريد أو يستطيع أن يتدخل إيقاف هذه الإعدامات طبعا نتحفظ على الاسم لحسابات خاصة ومراعاة لعائلته أيضا وهم يعلمون طبعا بهذا الخبر هذه القوائم لا تتضمن من يدعون أو يسمون بالإرهابيين فقط لا فيها قرائم تدل على أنها تشمل أيضا جرائم جنائية عصابات خطوف وسلب قتل فساد إداري ومالي وما إلى ذلك لما؟ لأنه فيها أسماء نساء أيضا وفيها فلان وجماعته في الغالب يعني عصابة يذكر الرأس فقط ولا تذكر الأسماء أو أخرى ثم المحافظات أيضا طبعا لا تدل غالب المحافظات المذكورة يعني ما يقارب الثلثين من المذكور محكمة الجنايات للأسف هي في المحافظات الشمالية الغربية والوسطى موصل صلاح الدين الأنبار بغداد ديالة وما إلى ذلك شمال بابل لكن أيضا كثير منهم مكتوب أمامه مثل ما ذكرنا الأخ الآن رحمه الله جنايات ذيقار يعني في سجن الحوت فحتى المحافظات الأخرى ولاسي المحافظات الجنوبية لا تدل على أن المعدوم من أبناء هذه المحافظة وإنما ممن هو في السجن في هذه المحافظة فإذن الغالب هم كما قال الدكتور أيمن من العرب السنة الذين يتهمون أو يصفون بهذه الصفة صفة الإرهاب وليس بالضرورة أن يكونوا من تنظيم واحد كما ذكر الدكتور ذكر نماذج وقرأ نصوص تتحدث عن تنظيم معين لكن تهمة الإرهاب هذه واسعة والذي أعدم وذكرته قبل قليل نسجم من سنوات طويلة جدا وبتهمة أبعد ما تكون عن هذا الموضوع هذا يؤكد أن هناك توجها لمضاعفة ومسارعة تنفيذ أحكام الإعدام استغلال الظروف معينة أوقات معينة تقلبات سياسية معينة وأفضل فرصة الآن يعني الناس كلها مجغولة بطوفان الأقصى ومجغولة بالتدخلات الموجودة هنا وهناك وغيرها فهذه الأمور الناس ستساهل فيها يقول لك رئيسة أننا مجغولين بغير أمور الناس تذبح في غزة الناس تذبح في غير مكان فتمرر هذه الأمور بكل يسر و بكل سهولة الملاحظة أيضا هنا أنه لم نسمع أي شكوى أو أي ملاحظة في الجانب السياسي من أي جهة سياسية أو شخصية سياسية قد تكون بعض الجهات تسهم في تسريب هذا الموضوع لمن تخاف يعني على أو لها إشخاص في هذه السجوم أو لها علاقات أو باقي غيرة مثل ما يقولون توالي غيرة وما إلى ذلك تتعاون مع أي جهة حتى معنا على سبيل المثال ممكن لكن على المستوى السياسي العام على المستوى الإعلامي الجماعة مجغولين بانتخابات رئاسة مجلس النواب رئيس مجلس النواب ولا يجر أحد منهم على التصريح وأنا أتحدث هنا عن من يسمون أو يدعون بالسياسيين العرب السنة اللي غالب هؤلاء الذين أعدم وأوسع يعدمون من محافظاتهم التي تسمى المحافظات نسميها المنكوبة وبعضهم يقول المحافظات المستعادة وهم يقولون محررة وأنا أدعوكم أن تقول المحافظات المحتلة لأنها محتلة فعلا الآن من القوات الأمنية والقوات العسكرية والميليشيات وما إلى ذلك لا تملك هذه المحافظات أمرها حتى السياسيون من أبنائها لا يملكون أمرهم المتحكم الأول والأخير سياسيا وعسكريا وامنيا وحتى اقتصاديا كما تعرفون هي الميليشيات والأحساب السياسية المهمة في الساحة العراقية كل هؤلاء يسكتون عن هذا الموضوع ولا يثيرونه مع أن إثارة هذا الموضوع قد تفيدهم حتى من الناحية السياسية في الظروف السياسية الصعبة التي يعيشونها وهذا فلنقل يعني الاستضعاف السياسي ثلاثة مرشحين هو من استحقاق من يسمونهم العرب السنة ثم عندما يتقدم أحدهم بغض النظر عن الأسماء لدينا ملاحظات عليهم جميعا وللأسف بعضهم كان حاضرا ومشاركا لم يكن داخليا لكن ظاهريا مع من شارك في قتل العراقيين في أيام ما يسمى مغاوير وزارة الداخلية وصورهم مشهورة ومنتشرة في جلوسهم مع المخطط والعسكري والضابط الأمريكي المعروف والمشهور الذي قام بهذه العمليات مع استخبارات وزارة الداخلية ولكن نتحدث هنا عن فكرة عامة عندما يتقدم أحدهم يراد إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب لمنعه من الوصول لا لشخصه وإنما لفكرة معينة بل يضرب النظام السياسي المتوافقي كما يقولون ويحاولون تحويله من رئيس مجلس نواب إلى رئاسة مجلس نواب أو على الأقل تأخيره كما حصل في حالات سابقة حتى يبقى المجال مفتوح لعدة أشهر وفراغ دستوري ونائب رئيس مجلس النواب أو نوابه يفعلون ما يشاءون فإذن هؤلاء ورقتهم الآن التي يستطيعون بها أن يحسنوا حتى من شروط التفاوض مع الكتل الأخرى ولكنهم في واد آخر غير الواد الذي نتحدث عنه فإذن لا أطيل عليكم هذه القوائم الموجودة الآن وهي جداول كثيرة وبعض الجداول عندما يقول من 1 إلى 51 لا يعني أن 51 شخص لأن بعض الحقول هي واحد لكن فيها اسمين أو ثلاثة وفلان وجماعته فيها عدة أسماء وهكذا فهي فرصة لإعلان هذا الأمر ليس للعراقيين فقط فقد اعتادوا عليه وإنما للرأي العام أيضا العربي والإقليمي والعالمي قضية الإعدامات في العراق قضية خطيرة جدا 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 وتهدد ليس العراق فقط لاحظتم قبل قليل أن الدول التي لديها من هو معتقل تطالب بهم تشرف عليهم عندما وصلت إلى قناع أنه لا توجد شروط محاكمات حقيقية أخذوهم إلى بلدانهم لاحظتم من ضمنها إيران وليش وافقوا ويعطونهم طيب لو دولة عربية أخرى أو غيرها وممكن يعطونهم فإذا إيران أيضا مستفيدة من هذا الجانب لأن بعض هؤلاء المتهمين يعني يعملون لصالح إيران ولكن هكذا يعتقلون أحيانا وغالبا اعتقالات الإيرانيين لا تجري عليها ما يجري على اعتقالات العراقيين والغير العراقيين في العراق فإذا هي قضية خطيرة تستدعي منها جهودا أكبر في هذا المجال وهنا ينبغي يوجه الخطاب إلى ما يسمى إلى ما يسمى النظام السياسي وإلى ما يسمى رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية هو الذي يملك الحق في عدم التصديق ولكن التجربة مع كل رسالة الجمهوريات أنه ونوابهم عندما كان للنواب فرصة أنه يتدخلون في هذا الموضوع أنهم كانوا يؤخرون يؤجلون مراعاة لظروف معينة ولكن بعد ذلك يصادقون ما يحصل الآن أنه حتى منصب رئيس الجمهورية الذي هو شرفي ويقتصر على الزيارات والتشريفات والتصديقات مع أنها مر خطير أيضا أصبح أمرا هينا وسهلا جدا بحيث تقدم له هذه القوائم ولم نسمع يوما عن مشكلة ما حصلت بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى والمحاكم الأخرى في أنه أوقف تصديق هذه الأمور مع أنه يؤثر كثيرا قضايا أقل من هذه تحصل فيها مشاكل وتتوقف بعض الأمور نتيجة الصراع بين الكتل للأسف المتوافقة على حكم العراق فهذه قضية مهمة جدا للأسف يغفل عنها كثير من غير العراقيين من إخواننا العراب من إخواننا المسلمين لأسباب عديدة جدا للانشغال بقضايا الأمة الأخرى وفضلا عن ذلك أيضا تقصيرنا في هذا المجال فهي دعوة للجميع من لديه القدرة سواء كان إعلاميا أو قانونيا أو ناشطا سياسيا وناشطا حقوقيا إنسانيا بل لجميع فيات المجتمع التي تستطيع أنه تضغط في هذا الاتجاه علينا أن نقوم بواجبنا إن استطعنا أن نفعل شيئا فهذا ما نريد وإن لم نستطع أن نفعل شيئا فنكون قد يعني سقطنا الإثم عن أنفسنا وأقمنا الحجة على غيرنا وفعلنا ما ينبغي لنا وقمنا بشيء من الواجب المناط بنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدكتور موثلنا حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق على تقديمه وبيانه لوجهة النظر السياسية بالنسبة لسعي الحكومة أو النظام السياسي القائم في العراق لتنفيذ أو القيام بإعدامات جماعية بأعداد كبيرة للمعتقلين ونجدد هنا الدعوة التي أطلقها الدكتور موثلنا لجميع من له مصلحة في الموضوع لفعل ما أمكن ولا يدخل وسعا في ذلك والشكر موصول لكم الحضور الكريم وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله ومجالس أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة